حاكم مصرف لبنان وسيم منصورة من مبارح بلندن ليستبق إدراج لبنان على اللايحة الرمادية لمجموعة العمل المالي شو هي هالليحة وشو مخاطر إدراج لبنان فيها؟ مجموعة العمل المالي هي منظمة دولية بتحط معايير لتقلل مخاطر تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب وبتقيم التزام كل دولة بهالمعايير والدول المأسرة تنحط على اللايحة الرمادية من أول أزمة بلبنان ركزت تقارير المجموعة على ارتفاع مخاطر تبيض الأموال بس أجلت إدراج لبنان على اللايحة الرمادية على أمل أن الدولة تعالج الموضوع خلال شهر أيلول الحالة حتراجع المجموعة تصنيف لبنان من المرجح تاخد قرارة المؤجل صحيح النظام المصرفي في لبنان متعثر بس اللايحة الرمادية حتخلى الوضع أصعب من أربع نواحي واحد حتضطر المصارف الأجنبية تفرض عمليات تضيئ أصعب بس تعمل أي حوالي من أو إلى لبنان اثنان في مصارف أجنبية حتفضل تتفادى هالمخاطر كليا وتوقف شغل مع المصارف اللبنانية أو مصرف لبنان ثلاثة مع صعوبة عمليات التحويل مع الخارج حتصير أي عملية التحويل مع لبنان مكلفة أكتر وبتاخد وقت أكتر حتشمل هالصعوبات شركات تحويل الأموال أربعة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد حتزيد شروطها قبل التعامل مع الدولة اللبنانية ارتفاع مخاطر طبيعي الأموال له علاقة بثلاث عوامل أساسية واحد اقتصاد الكاش رفع مخاطر طبيعي الأموال اثنان نظام القضاء اللي فرجه ضعف كبير بمتابعة الخضايح المالية وثلاثة أجهزة الدولة الرقبية وخصوصا الإدارة الضربية بوزارة المالية بحالة عجز من وقت ما استلم مهام الحاكمية ما تصدى وسيم منصورة لمعارجة هالمشاكل بالعكس مشي على خطريات سلامة وإدارة الأزمة المصرفية ومنع إعادة هيكلة القطاع